فيلم الثقافي كمان كان تجربة غريبة بس كان تجربة كوميدي يعني الحقيقة انت كنت كلكو كنت انت أحمد عيد أحمد عيد أحمد رز فتح عبد الوهاب كان كاست كبير ولأ وأسماء كتير قوي كانت موجودة في الفيلم يعني بعد فيلم ثقافي وبعد أصحابي لبزنس بيجي ايه في الترتيب جاء بعد كده عملت كيمو أنتيمو مع الراحل والجميل والرائع رحمة الله علي عامر ونيب كان من الأفلام اللي أنا مستمتع أن أنا شغال مع عامر عامر ده إنسان رحمة الله عليه يعني ذكره جيه من أروع الناس يتعبينه في حياتك يعني حد طيب جدا جدا تعمل مع كل الناس بنفس كان صديقي جدا حقيقة تعلمت منه كتير وكنت حبه أوش تعلمت منه كتير يعني كانت من الأفلام اللي أنا بحبها جدا بعدها تولى بقى أول مرة تحبه قلبي و سيب و نسيب وبعد كده دخلت على الدراما بقى التلفزيونية مع العظيم والرائع رحمة الله عليه أستاذ اسماعيل عبد حافظ عملت معا كناريا و شركاء من الشخصات اللي بحبها ويمكن الشخصية دي أستاذ عادل إمام كلمني فيها يعني لأيت تلفزيوني بقول لي أنا عادل إمام فاعتم ما تحذرش مش وقت تحذر أنا عادل إمام وبقولك بتاكل منجة ازاي وكان هو في فحسيت بثقة أن أستاذ عادل إمام يكلمني على مشهد في مسلسل أستاذ مالعب حافظ أستاذ كناريا وشركاء و ده كان تأريف الرحل رحمة الله عليه أستاذ السامة 4 كاشة يعني حبة حبة بقى اشتغلت تعرف يعني في سنين ممكن ما اشتغلش يعني ما بقاش بتعمل إيه في السنين دي يعني أنت النهار ده خلاص يعني أنت تجردت من كل شغل وخليت الفن هو المهنة الرئيسية بتاعتك عملت إيه في حياتك يعني بتصرف منين بحاول أشتغل في البيزنس بحاول أعمل حاجة يعني يعني إيه البيزنس اللي ممكن تعمل يعني أنا عايز أقول لك حاجة أنا عملت حاجة أنا وانف بعد أصحابه لبيزنس أنا ما كانش فيه شغلة كان بيجي لي أفلام عجيبة شوية كان القرار أن أنا مش هسيب مراسة لأولاد وحش على عشاش بالدرجات يا طريق أنت كنت حريس أو أنك أنت صورتك وشكلك وأفلامك تبقى بخور بيها يعني قد كده كنت حريس من أنت صغير أن ما يكونش فيه نقطة كده جري في الثوب الأبيض بص هي كل شيء قدر لكن أنا كان دايما في دماغي أولادي في دماغي معتصم مناقر يعني إيه اللي قاتل اللي كنت عندك مثلا إيه الممنوعات إيه المحظولات اللي أنت قلت لأ يعني حاجات يعني كتير يعني فيه لقات كتير أو ساعات بتجي لك أنك تبقى بتطرح فكرة مش صح أنك بتأيد منطق مش طبيعي فيه ساعات تعالف إحنا في زمان كنا بنسمع جمل في الأفلام وناخدها قاعدة وبعد كده أكتشف أنها كانت هزار يعني يخبرك يعني أنت فده كان بالنسبة لي كان موطرني أن أنا أملي على جيل معلومة غلط فيطلع يجبر فيبقى واخد المعلومة هي كده وينفجأة يلاقي حاجة تانية خالص الموضوع مش كده لها كان إفه وتقال وإحنا صدقناه ففيه حاجات كتير أو يلاقي ما كبرت خليت بقى ابني بقى وبنتي يقروا علشان هم خلاص ذهوا بقى لا بابا أنت مشتغلش كتير ليه يعني يعني أنت ليه بيجي لك شغل وبتاعه فاقروا الولاء وقولوا يا رأيكم لو عجبكو أنا هشتغل ففي الأول طبعا بيبقى فيه مبهار وبتاع وقفيش وحاجات وهتبقى أنت والبتاع تماما بابا ظنه وبتاع بعد فترة أسبوع ثلاثة أيام يبدأ هم يرجعوا نفسهم لا ما تعملش ذا فخليتهم هم اللي تحمل انت من نوع اللي ممكن يقرر المسلا المدام والأولاد للسكريبت لا يعني المدام مش قوي أنا هميني الأولاد يعني هي طبعا ليها وجهة نظر بس تبقى عارفة هي ساعات تختلف عن أولادك طبعا تقبل الدور يا طارق كتير سعاب يحصل تقبل أولادك ما بقدرش بقولها مش عارفة نام مش عارفة نام مش أنا أقول لك أنا في المقدمة أنا قلت الرجل الفنان عنده ضمير حي أنا ما كنتش ببالغ الله يخليك لا والله يعني هي مش حاجة يعني أنا مش عامل حاجة فريقة أنا ده بعمل الطبيعي يعني ده الشيء الطبيعي اللي يخليك تتحمل مسؤولين ببشر انت عارف إحنا شغلتنا في الميديا صدق أجارية وسيئة أجارية أنت هتقدم إياه ربنا صحة الله تعالى قال لك يلا قول هيشوفوك ألف ألفين مليون هتقول لهم إيه فهتقول لهم إيه دي بتقرقني بتخليني ببقى الآن جدا ترجمة نانسي قنقر